وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى طبعا الدجال يعني من الدجل والدجل هو التغطية تقول دجل البعير إذا غطي لأنه يخلط الحق بالباطل يخرج على الناس يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان قال المعروفة ما هذه المعروفة أصبهان عليهم الطيالسة شوف لباس اليهود كيف عليهم الطيالسة الشبيهة بالعماء من السوداء واللبيب بشارة يفهموا فالمهم أنه هذه المدينة أصبهان أصبهان أو أصفهان تسمى في كتب التاريخ باليهودية لأن كما قال ابن كثير وغيره أن بخت نصر هذا الملك الجبار دخل بيت المقدس وكان فيها اليهود فطردهم أين خرجوا اليهود نزلوا في مدينة أصبهان تسمى اليهودية لكثرة منك سبحان الله شوف كيف ربي سبحانه وتعالى هيئ الأمور فنشأ هناك وسيتبعونه وهم الآن ينتظرونه النصارى ينتظرون ربهم تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا واليهود ينتظرون مخلصهم وهو من المسيح الدجال والمسلمون ينتظرون من المسيح عيسى بن مريم فنرى من هم أصحاب الوعد المفترى وأصحاب الوعد الحق والأيام بيننا وإن غدا لناظره لقريب ولذلك الآن لما ترى هذا الذي يفسر إخواني ترى الآن الدعم الكبير من قبل أمريكا مثلا وأوروبا أمريكا على وجه الخصوص لدولة إسرائيل يعني سؤال مهم كل هذا حبا في إسرائيل لا طبعا لا طبعا ليس حبا في إسرائيل صح تقول والله هي دولة وفي المنطقة ونفوذ لها ماشي لكن ليس هذا بيت القصيد بيت القصيد أنهم ينطلقون من منطلق ديني لا يقول الصنعي يقول لكم منطلق اقتصادي قد يكون اقتصاد لا شك في ذلك وسياسي ونفوذ لكن الأساس ديني ديني ما قالها بوش في أول ما قام الحرب على الإرهاب قال هذه حرب صليبية على الملأ قالها ما هو سر على الملأ ثم بعدين بيرقعها وبيعدل خلاص اطلعت أنطقه الله الذي أنطق كل شيء إذن المنطلق المحرك الدافع ديني وإن ألبسوا بلباس الحرية بلباس كذبوا لعمر الله ديني ويقرؤون في كتبهم النصارى يقرؤون في كتبهم أنه لن ينزل المسيح في بيت المقدس البلاد المقدسة عندهم وعندنا أيضا لن ينزل حتى يجتمع اليهود هناك فلذلك هم تجد هذا الدعم المتواصل ضخ مليارات لهذه الدولة المسخ إسرائيل حتى يجتمع اليهود فيتحقق الوعد عندهم فتقع المعركة معركة أرمج الدون المعروفة هذا موجود في كتبهم المقدسة المحرفة ثم يأتي المسيح أيضا هذه موجود في كتبنا وفي أحاديثنا التي لا تنطق عن الهوى أنه ستقع معركة بين اليهود والمسلمين عند نهر الأردن حتى يقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفه تعالى فاقتل إلا شجر الغرقد وهو شجر اليهود فالمقصود أنه القضية تتحرك فلاك المسلمين في السباة عميق هم يتهركوا من طلق دينه وإحنا في السباة عميق نسأل الله والعافية المهم يتبعوا سبعون ألف من يهود أصبهان عليهم الطيالسة كذلك أتباع الدجال النساء النساء أتباع هذا بنصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء حتى إن الرجل هذا حديث حتى إن الرجل لا يوثيق أهله يربطهم لأن المرأة ضعيفة العقل تتأثر بسرعة فيربطهم أنا لا يفتنون يتبعونا يتبعوا كفر شكرا